أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حياتنا النهاردة هنتكلم عن العيون وحياتنا طب العيون وجراحاته الجديد في طب وجراحات العيون هنتكركز موضوعنا النهاردة على خطلال الإبصار أو ضعف الإبصار هنتكلم عن نوع خاص من ضعف الإبصار وضعف الإبصار التدريجي اللي هو عادة بيجي في كبار السن كبار السن بكلم في 55-60 سنة فجأة كده وبالتدريج يلاقي نفسه فجأة يلاقي نفسه بشوفش لو رجعنا شريط الست شهور والسنة اللي فاتت يقولك أهو والله الألوان ابتدت تتمسح شوية وبعدين الوضوح بيقل شوية مقاسر نظارة كان عندي قصر نظر بسيط لقيت بقيت مقاسر نظارة بقى سميك وتخين في الفترة اللي فاتت دي كل دي أعراض مرض معروف جدا اسمه المياه البيضاء المياه البيضاء هي عتامة في عدسة الليين الداخلية لو جبنا الموديل معانا هنا نعرف أن الليين فيها عدستين عدسة أمامية اسمها القرانية وعدسة خلفية اسمها العدسة البلورية ويمكن نقدر نشوفها هنا على الموديل لو جابته الكاميرا هنا القرانية القرانية دي هي عدسة شفافة موجودة أمام القزحية أمام القزحية اللي هي ملونة عندنا ممكن تبقى بني أو عسلي أو غيره من فتحة القزحية اللي اسمها البيوبل القزحية اسمها الايرس فتحة القزحية اسمها البيوبل يعدي الضوء من خلال عدسة أخرى خلفية العدسة الداخلية البلورية للعين هي دي عدسة العين اللي يصيبها العتامة ويصيبها المياه البيضاء ليها وظيفة في منتهى الأهمية ألا وهي أن هي تسمح لنا بالقراءة يعني ما بتيجي نقرأ من حاجة قريبة من العين العدسة الداخلية دي تنقبض تزيد قوة العين فالصورة تيجي سقطة على مركز الإبصار في الشبكية وديه الوظيفة الأساسية للعدسة العين الداخلية لأنه بيحصل فيها عتامة لأسباب متعددة حنقولها دلوقتي يجي الضوء يعدي يلاقي جزء من الضوء متص في هذه العتامة والضوء ما يجيش على مركز الإبصار في الشبكية إذن يحكم العين نظام متناهي الدقة من العدسات يتبتأها بالقرانية ودي عدسة ثابتة قوتها عالية جدا وعدسة الأخرى متغيرة الوظيفة الأساسية بتاعتها في القراءة إن هي ما بنيجي نشوف من مسافة قريبة ولازم الواحد يسأل نفسه إزاي أقدر أشوف بوضوح وأنا شايف على 30 سنتي أو 35 سنتي وعين أبص على الأمر وعالنجوم وشوفهم بنفس الوضوح وذلك لسرعة انقباض وانبساط هذه العدسة الداخلية اللي فيها الوحدة هي عجاز كبير في الخالق وإبداعه في خلقه توصيب هذه العدسة اعتمات لأسباب كتيرة منها الأسباب الخلقية كتير جدا عندنا من الأسر يجي الأب عنده مية بيضة مولود بيها نتيجة جين انتقل من الجد أو الجدة وينقل ذلك إلى الأحفاد للأسف إن الموضوع المية البيضة في الوراثة صفة سائدة يعني إيه صفة سائدة؟ يعني إحنا مش محتاجين نتجوز قريب يعني الأب عنده مية بيضة هو عنده الجين الذي يظهر المية البيضة في أولاده ونسبة كتيرة جدا من أولاده الصبيان والبنات حاجة لهم مية بيضة 25% مش حاجة لهم حوالي 50% لـ 75% حاجة لهم مية بيضة إيه أهمية المعلومة دي؟ أهمية المعلومة دي تساوي أهمية الفحص المبكر لأن أنواع المية البيضة الخلقية قد تكون بسيطة سهلة وبسيطة وما فيهاش مشاكل كتير على العين ويلقى الطفل ماشي بيها كده هو مش دريان ومش حاسس يتعثر عند دخول المدرسة وقد تكون كثيفة تمنع تماما الرؤية عن عين واحدة أو عن عين تين أو عن عين أكتر من عين تاني فبالتالي يظهر أعراض اختفاء أو ضياع الإبصار بدري في مرحلة الطفل الأولانية هنا نسأل نفسنا سؤال مهم إزاي نعرف البيبي سوانطوط المولود عنده تسع شهور وكلنا فرحانين به وكلنا مبسطين به المفروض أنه هو مش هيقول لنا أنه هو مش عيف طب إحنا نعرف إزاي نرجع في ده للنموه الطبيعي للطفل المولود طفل المولود في عمره تسع شهور يكتسم للأم في نهاية الشهر التاني طب مش معنى الأم عشان الأم هي أكتر حد وجه مألوف يرعاه وتحتضنه وترضعه وتهتم بشؤونه الشخصية بتفاني مطلق في أول شهرين ثلاثة وطول عمره طبعا في مرحلة المرحلة الأولية من العمر فبالتالي لو هذا الوجه المألوف من تكرار تعرض الطفل لهذا الوجه المألوف يبتسم لها شاكرا للجميل اللي هي تحمله الأم طيب الثلاث شهور الأولانيين دول بيحصل إيه؟ كثير جدا بيجلنا أولاد العيادة مولودين يعني بدأ شباب وأزواج يعني ييجوا بالطفل وقولك طفل عنده حاول مش هو بس هو احنا كلنا عندنا حاول في أول ثلاث شهور ولو رجعنا خطوة كده فكرنا في إبداع الله سبحانه وتعالى في تكوين العين يعني احنا عندنا عين يمين وعين شمال لو حدف منا عينه سليمة أو عينيلا الثلاث سلام وقفل عين من الأنتين هل مش هيقدر يمشي وتحرك ويروح وييجي وصول عربية ويعمل كل حاجة؟ آه هيقدر يعمل كل ده طيب لو قفل عينه الثانية هيقدر برضو يعمل كل ده طيب إيه الفكرة؟ إيه الفكرة أن نحن يبقى عندنا كاميرا مكتملة هنا وكاميرا مكتملة هنا وصورة متكوينة هنا وصورة متكوينة هنا وامتى الاتنين اشتغلوا مع بعض عشان يكونوا صورة واحدة لو الواحد فكر فيه اقولك او الله الكاميرا اليمين دي هتشوف صورة والكاميرا الشمال دي هتشوف صورة مختلفة واحنا المفروض ماشيين شايفين صورتين طول الوقت ويبقى الجنيه اتنين جنيه والمية جنيه متين جنيه والشخص شخصين وهكذا طب احنا دايما ده ما بيحصلش ما بيحصلش لانه هو في اول مراحل في تكوين النمو والجسم كله اول تلات شهور من تكوين عمر الطفل بيحصل حاجة غريبة جدا هي ان الصورة اللي بتيجي على العين اليمين في الاول بتبقى بعيدة عن الصورة اللي بتيجي على العين الشمال وكل عين ماشي شغالة لوحدها في اتجاه تبتدي مراكز المخ وهي في مراحل النمو الاولانية تنتبه ان هي بيجي لها صورتين تحفز كل منها نقطة في مركز المخ ويبتدي المخ يستوعب ان الصورة دي هي الصورة دي يعمل ايه المخ ينظم اشاراته للعضلات اللي حوالين العين ان العين اليمين تشتغل مع العين الشمال في تناغم وتوازي مستمر والاتنين يتحركوا مع بعض والاتنين نيجوا بالزبط بالمايكرون مش بالملي قدام بعض زي بعض بالزبط عشان الصورتين ما يجوا على بعض يكونوا صورة واحدة فيها احساس بالعمق وعشان كده احنا من غير ما ناخد بنا من غير ما نعرف لو احنا عندنا مكان دي لركن العربية نركن العربية بسهولة ويسر في المكان الدايق ده ليه لان العينين يستخدموا للاحساس بالعمق نعرف ان العربية الوراء دي رصيف هنا والعربية هنا والحطة دي مزنوعة والحطة دي مفتوحة وده شعور يعني اعلى درجات الابصار هي الاستيريابسس او الاحساس بالعمق فبالتالي لو رجعنا الطفل في ثلاث شهور كل عين بتروح في اتجاه والحوال المسموح وكلنا كان عندنا حوال في مراحل المبكرة من عمرنا بعد ذلك ابتدت المخ ينتبه الى ان العين دي لازم تشتغل مع العين دي وضع هذا الحوال الدليل على ده ابصانة الطفل الام في منتصف او نهاية الشهر التاني نتكلم هنا على الطفل كامل النمو المولود في الشهر التاسع طيب وايه تاني يحصل يعمل الطفل يجي بعد كده يشوف الاشياء تتحرك في مجال الابصار يعني لو جينا مثلا عروسة ملوانة الوان الحمرة بالذات بتستطير الجهاز العصبي للعين نقل وحركناها قدامه كده رايح جاي يبتدي الطفل يتابعها بعنيه من غير ما يكون فيها صوت من غير ما يكون عروسة بتغني او بتشخشخ او بتعمل اي صوت من منبه ليه او محفز الطفل يبقى دي التاني علامة طيب التالت حاجة ان يكون شكل عينه طبيعية يعني ما يكونش فيه اي حاجة مش طبيعية فيه نظرة الام لعيون طفلها او اللي حواليه لنظرة عيون طفلها دي رقب ثلاثة طيب لو اتأخرنا في ده لو الطفل ما بتسامش للام او مش متابع الجهات او ابتدت تظهر معاه حاجة من اتنين حاول في عين للعينتين او هزة للعينتين العينين بيتهزوا في كل اتجاهات الهزة دي علامة في منتهى الخطورة لان هي بتعكس عدم وضوح رؤية ان الطفل ده ما بيشوفش بالاتنين وان الحاجب للرؤية عنيف وقوي وكتيف ودي حاجة في منتهى الخطورة اللي في الدنيا بالذات في مرحلة انها من نموط عمر الطفل فبالتالي دول التلات حاجات اللي هم يعني خلونا ننتبه ان فيه حاجة مش طبيعية ايه تاني لو احنا بصينا في عين الطفل لقينا انني الاسود ده او البيوبل او اللي هو جوه بقى فيه لمعة في اي اتجاه من اتجاهات النظر ده علامة اخرى في منتهى الخطورة يعني ايه اللمعة اللمعة معناها ان فيه حاجة حاجة بتضوء ان يدخل لجوه ويطلع كاملة وبيتكون بذلك الحدقة السوداء لو فيه لمعة بيسميها اللوكو كوريا او الحدقة البيضاء ده تعكس الحاجات في منتهى الاهمية وقد يكون منها في منتهى الخطورة للطفل ومنها الحاجات البسيطة اللي هي الماء البيضاء وقد نوصل الى اورام شبكية العيون السرطانية عند الاطفال وده حاجة في منتهى الاهمية احنا الحاجة اخدنا بالتعود كده ان احنا نسدق الام يعني لو الام جاءت قالت ليا دكتور انا شايفة في عين ابني حاجة بتلمع هو بيبص فوق او هو بيبص تحت بناخد الشكوى دي في منتهى الجدية اللي في الدنيا نحط قطرة للطفل كالتفو نفحص الشبكية حتة حتة قد نتنلجأ للتصوير ونمشي وراء شكوى الام ليه لان الام صادقة ليه لان هي شغلانتها في اول شهور في حيات الطفل هي تبص في وشه ولو احنا خدنا ان احنا نبص في وشه حد كل يوم حنلاحظ الفروقات لو احنا جنب المكتب بتاعنا كده صورة متعلقة وحنا عاديين بنذاكر في يام زنقة وحنبص على الصورة كل يوم كل يوم كل يوم لغاية ما اكتشف ان الصورة دي فيها ديفوهات شفها هنا شفها هنا اكتر مش شفها هنا دي عين دي مش مظبوطة العين دي وهكذا الحاجة الاخرى فيه فاصل جمعان حنطلع فاصل وحنرجعلكم لاستكمال حكاية المياه البيضاء ابقوا معنا جانالكو تاني في استكمال حلقة العيونة وحياتنا جالنا في الفاصل اسم اسس كتير هنشوف ان نرد على اجزاء منها اذكركم النهاردة ان حلقاتنا عنوانها ضعف النظر التدريجي بسبب بياها البيضاء فيه حد بيسأل عنده دمور جزئي في عصب العين منذ خمس سنوات نرجو الافادة الحقيقة بس نحب اللي يبعت انسى ماس يقول لنا سنه ويقول لنا انهي عين فيهم عنده صدقة او سكر لأي سبب دمور العصب السبببه كتيرة قد يكون دمور خلقي منذ الولادة قد يكون دمور نتيجة ارتفاع ضغط العين نتيجة اصابة كدمة او اصابة والحياة الاصابات اليومين دول كتير جدا منشوفها الحياة الاسف الشديد في العين قد يكون نتيجة امراض مزمنة زي الاهمال الشديد في مرض السكر زي التهابات العصب البصري في السن المتقدم فهو انت بتتكلم عن حاجات واسعة جدا نحب نحدد اكتر نقدر نرد عليك الاستجماتيزم في العين بربع درجة عن الوسر هل ممكن يزيد انا عندي تسعتاشر سنة والله يا معا احنا بس احكي لكم حكايات الاستجماتيزم عشان محدش يبقى مخدود احنا لو تفتكروا في اول حالة قلنا عن القرانية القرانية عدسة قوية عبارة عن جزء من دايرة جزء من كورة علية الانتظام وراها العدسة البلورية الداخلية اللي هي بتصاب بالمياه البيضاء لو جبنا الموضل هنا برضو تاني هنشوف ان القرانية والعدسة البلورية وظفتهم تجميع الصورة على مركز الابصار في الشبكية ولو وجعنا للدرس اللي خدناه في تاني عدادي هنعرف يعني ايه قصر نظر وطول نظر واستجماتيزم يمكن الموضل هنا يقدر يشرح ذلك ان الصورة اللي بتيجي سقطة من مالة نهاية على سطح القرانية وعلى العدسة الداخلية بتيجي في نقطة بؤرية بسمها اللطحة الصفراء على الصفراء جنب مركز الابصار هي مركز الابصار جنب العصب البصري وظفتها تجميع الصورة على مركز الابصار الصورة تروح عن طريق العصب للمخ نشوفها مكتملة لو انا عندي القرانية دي اقوى شوية من طبيعي تحدوبها زيادة الصورة تيجي هنا في الفراغ بتاع العين تتكون لها ضل مش في نقطة مركز الابصار على مساحة الضل ده صورة غير واضحة عشان كده بنصلح قصر النظر بالنظارة اللي هي بتيجي تتحط او بالعدسة الاسقة طول النظر بالعكس القرانية دي ضعيفة فالصورة تيجي تتكون ورا هنا نقطة البؤرية بتاع الصورة تجمع ورا ويظهر ظلها على مركز الابصار الاستجماتيزم هو عدم انتظام في سطح القرانية يعني هنا التحدب اكتر من ناحية التانية فالصورة تتكون في خط ما تجيش في بقرة تتكون في خط سواء قدام الشبكية في قصر النظر او على الشبكية في الاستجماتيزم اللي هو القصر وطول نظر او خلف الشبكية في الاستجماتيزم اللي هو طول نظر فبالتالي نصلحها بنوعين من العدسات اللي هي العدسة القروية والعدسة السيلندر اللي هي السيلندر ما عرفش السيلندر فعايز بس اقولك حاجة تانية مهمة ان لو فيه فرق بين طول عيني وطول عينك ملي فبيفرده ثلاث درجات في مقاس النظارة فهجماعة ما تنزعجوش ما يبقى عندنا ربع نمرة ونص نمرة وثلاث تربع نمرة والكلام ده ده كلام تغير عن الطبيعي والحقيقة ربنا على قد ما هو خلقنا متشابهين خلقنا مختلفين فبالتالي لا ننزعج من ربع نمرة ونص نمرة ونلاقي حد واحد ماسك كده كارت مقاسات نظارة راح للدكتور الفلاني ففيه ربع والزاوية 168 والتاني قاله ربع وزاوية 170 والتالت قاله تلاتة اربع ونص يعني ده حاجات كلها مش مفوض نشغل بها قوي لان احنا اللي بنقيس عنينا وبنفضل العدسة الفلانية دي عشان نجوبها كويس فدي حاجة ما تزعجناش في حاجة تاني بيقول والله انا عملت ريزق من 15 سنة وبعد سبع سنين بدأ نظر يقل الى حد ما وعنده مشاكل فيه اسواء بالليل حتى مع النظارة عايزين حل اللي انا عايز اقول لكو ان يعني الحقيقة اقصى ضمان العربية جديدة قد ايه تلات سنوات او مئة الف كيلو فما يبقى عاملين عملية فيه انسجة حية وجسم صاحي ويبقى سبع سنين عشان كويس يبقى الدكتور اللي عبالهلك ده راجل كميل وربنا وقفقه وبارك فيك والدنيا مشيت كويس خالص احنا يا جماعة ما عندناش في الطب مية في المية يعني ما فيش حد يقولك والله انا حدخل مية في المية حتكون نتيجة الماء البيضة او حتى الحاجات البسيطة فبالتالي نحترس في ان احنا بنتعامل مع انسجة حية ليها تفاعلاتها مع الدواء اللي بندهولها سواء بالليزر او بالمشرة الجراحي فيه اتصال تريفوني ناخده سيد محمد فضل فلم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم سلام عليكم سمحتا دكتور كنت عايز استفسر كانت والدتي كانت عملت كده من حوالي سنة عملية مية في الاين مية بيضة مية بيضة بالزبط جينا كده حوالي من يمكن من حوالي ثلاث اسابيع كده كان فيه زي دم ظهر في اسفل عينيها في البعض سيحيت من نوم لا في الاسفل الاسفل اللي هي من تحت في البعض سيحيت من نوم لقيت اه لقيت الدم ده عندها ضغط او سكر لا بتاخد اسبرين او حاجات مسيلة للدم لا خالص بانا بس هي راحت للدكتور قال لها ان دي زي عرق كده في العين يعني حصل له يعني فرق اعلى كده مصبوط 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 تمام فهو كمان يعني انا عايز اعرف من عليك دكتور هل العرق ده بيتلحم تاني ولا يعني ايه اللي بيحصل فيه بالزبط وهو ايه سبب اصلا اللي ادى كده هو الممكن عشان تعصه او حاجة زي كده غالبا زعاقت اليومين اللي فاته دول وتمنى وكلش زعاقت لك اللي حاجة في قصة دي اعرض عليك الحقيقة احنا لو اتخبطنا في ايدينا ايدينا بتزرق صحو لا بتزرق بتعمل كدمة والكدمة بعد شوية بتمتص بتروح لحالها سواء حطينا عليها مراهم او ما حطيناش الاضياءات بتاعينا يا جماعة مش احنا شايفينه سك قدامنا كده لا ده عليه طبقة مخاطية طبقة من الاخشية مخاطية زي الغشية المخاطية بتاع الفم داخل الفم الطبقة دي مرتبة بالدموع ودي اللمعة اللي بنشوفها في عين الشخص لما بنشوفه الطبقة دي وظيفتها ان هي يعني تلين احتكاك الجفون بيه لين عشان كده نقدر نحرك لين في كل الاتجاهات من غير تعب ومن غير ما يبقى فيه احتكاك او خشونة وفقدان طبقة الدموع تعمل ده وتعمل احمرار مزمن طيب تحت الطبقة دي شبكة من الشعيرات الدموية بتغذي سطح العين بتغذي حتى العين الداخلية او قد شعيرة نتيجة من واحد زعل او زع او عنده امساك او كح كحة شديدة او عنده سكر او ضغط او بياخد ادوية سيولة او امراض اخرى كتير بتفرقع هذي الشعيرة الدموية وخلاص هي بتفعل عشعيرة بنتكلم على حاجة قد الشعراية تنزل نقطة دم نقطة دم دي تروح مفرودة في المساحة اللي موجود بين الملتحمة غشاء العين وبياض العين شكلها بيقى مزعج شوية ولكن حقيقة احنا بنشيك ان ما فيش اي قبلية اخرى للنسف منطمن على صحة العين وبنتابع بعد كده بتروح لوحدها سواء اخدنا القطرة او ما اخدناش القطرة تاخد لها اسبوعين تلاتة كده وبتروح لحالها وهي مزعجة لكن هي لا تؤثر على الابصار فمن ذكر ان عمل عملية تيزك 15 سنة وبعد 7 سنين يبتدع نظر ويحتاج نظارة اه نعمل نظار ايه المشكلة يعني عندك ربع نمرأ او نص نمرأ بالاضافة ان انت في الخمستاشر سنة اللي فاتوا دول انت تغيرت انت ما بقيتش انت انت بقيت انت زائد خمستاشر سنة شعرك بيض شوية صحتك بقيتش زي الاول انا افترض ان انت وهي عندك عشرين سنة او واحد وعشرين سنة فدلوقتي احنا نتكلم في متوسط 35-36 سنة هل انت نفس الشخص لا انت مش نفس الشخص بالتالي التغيرات المقبولة انك تلبس نظارة او تلبس حتى لصقة او لو انت مش عايز ده خالص احنا بنعمل تاني اختبارات زي زمان ان احنا اتطورنا قوي في الليزك جراحات الليزك في الخمسون سنة اللي فاتوا ونشوف ايه بالضبط اللي مدايقك لان فيه حاجات اخرى غير قوة الابصار قد تؤدي الى يعني الى التعب بالذات بالليل وحنا نسيقين العربية الواحد بقى سهل عربية ولابس النظارة يقولك الانوار مزغللاني الميجي حد من قدامي وهج اضاءة السيارة قدامي بتشل حركتي بقى خايف اخبط فيه دي شكاوي مشروعة لها حلول بعد معرفة ايه المشكلة بالضبط بالنسبة لحضرتك وان شاء الله تكون الامور ميسرة وسهلة في حد برضو عنده 24 سنة عنده انحراف في العين اليسرى وصيب ضربة في العين منذ الصغر وعمل كذا عملية وضغط العين مرتفع من عمليات ضغط العين اللي بنعملها بعد فشل العمليات اللي هي النسبيا بسيطة او يعني المتوسطة عملية انحنا نزرع صمام الصمام ده بيبقى عبارة عن انبوبة دقيقة تدخل جوه العين وبتبقى وصلة بصمام يسمح بخروج الماء الزائد من العين في اتجاه واحد وعنده نزول ضغط العين عن حد معين الصمام ده بيقفل عمل بالضبط زي الأنابيب اللي بتطلع الماء في العمرات فيها الفالف كده البلف لما ييجي الماء تنزل يروح قافل منع عن الماء تنزلي خليها في الأنبوبة عشان اما تيجي نضخ ماء تاني ما يبقاش فيه هوا في النص يدايق الدنيا هو بنفس الفكرة بالضبط العمل الصمام ده اشهر صمام معمول اسمه احمد احمد فالف وده بنجأ اليه في العمليات اللي فيها ماء بيضة مركبة ومعقدة وده ان شاء الله بتسهل او بتزود درجة النجاح من حراف بتعلين علاجه وان احنا بنعمل عملية حوال بسيطة بس نحن نركز على ان احنا نحاول نصلح عينك الاول ذكرت في هذا الجزء من الحرقة او الجزء الاول من الحرقة عن المياه البيضاء الخلقية وذكرت علامات محذرة في الطفل عند الام تخت تنتبه اليها اللي هو ان هو ما تحكلهش عن شهر التاني في اخر التاني او ما يتبعش الحاجات او يظهر عليه حوال او ان عينه تفضل تتهز كده بطريقة مش طبيعية او يظهر اي عيب زي البقرة الحدقة البيضاء عند هذا الطفل نجري عالدكتور المتخصص في الاطفال عيون الاطفال بنحط اطلات للعيل نفحص شبكية نتطمن عليه وبناخد شاكو الام في منتهى الجدية اللي في الدنيا حقف عند هذا الطفل وهنتكلم بقى عن المياه البيضاء الانواع الاخرى من المياه البيضاء اللي منها بتيجي نتيجة اصابات يعني اصابات يعني واحد يعني بيهزر هزار تقيل شوية مع حد زميل ورح مدي له لقوع وهو بيلعب كورة ولدى له بوكس في وشه وحصل او حد بيلعب سكواش مثلا كورة سكواش الصغيرة اللي هي اصغر من حجم الاين لبسة لبسة جديدة في الاين ودي حاجة بنشوفها كتير حصل اصابات في الاين منها اصابة مياه بيضاء دي حاجة الحاجة التانية طبعا المقذوف المعدني المقذوف المعدني ده اسم المؤدب للخرطوش يعني خانق مع بعض الفتوات والكلام ده كان عندهم يعني السلوكيات في الخناء ان هو ما يضربش في وش الواحد على طول يضرب في رجله تحت الحزام احنا نهار دا الحقيقة فقدنا هذه السلوكيات مع اللي بيحصل في الشارع ده وللأسف شديد جدا بنشوف لغاية دلوقتي اصابات عنيفة وجديدة في نصف الفؤاني من الجسم وبالذات في الوجه الخرطوش اللي بيسيب عندي مشكلة كبيرة جدا يعني نهدى شوية عن رأى ربنا كده في بني في قدميتنا في ان احنا نكون بني قدمين الحاجة التالتة التهابات العين المتكررة في ناس عندها اصابات امراض قد تكون لها دعوة بالتهاب داخل الجسم او بمناعة يحصل لهم حاجة اسمها التهابات قضحية متكررة ده يدي مياه بيضة ارتفاع ضغط العين قد يصحبه مياه بيضة امراض كتير قوي داخل العين تنتهي انه يبقى فيها تكوين للمياه البيضة ودي اسباب تعتبر اسباب ثانوية مش اسباب اولية طب في حاجة تالتة بتعمل كده اه في حاجة تالتة او رابعة او خمسة بتعمل كده وهو التقدم في العمر التقدم في العمر بيعمل ايه بيخلي الواحد شعره فيه شعرتين شايبين او اكتر وفيه استعداد لتكون المياه البيضة في العين لان العدسة الصغيرة الموجودة دي اللي فيها مواد شفافة وفيها خلايا حية الخلايا عملت تتكاثر وتتضغط تتضغط تتضغط جوه العدسة ويتشفت منها المياه شوفوا حكمة ربنا ان عشان المساحة دي ما يبقاش لعين كلها عدسة لان العدسة الالياف اللي موجودة جوه العدسة والخلايا بتكتر تكتر تكتر فمنطقي بعد 40-50 سنة لو هي دي بتكبر بتكبر كان لعين بقى تتحولت الى عدسة واحدة بس ولكن عشان تفضل حجمها مضغوط وزي ما هو بقى فيه آلية ان الالياف اللي موجودة دي اللي عملت تتضغط نمص منها المياه ونشيلها بحيث العدسة لما بتتضغط تحتفظ بدفس الحجم مش بس كده تحتفظ بالشفافية اللي اطول فترة ممكنة ومش بس كده تحتفظ بالوظيفة اللي هي اللي اطول فترة ممكنة لغاية ما نبتدي بقى ايه نظارة عايزين ننظارة عشان نعرف نقرأ لان بنقرأ على مسافة بيدة غير مليحة طيب لما بيحصل ده ويجينا شعراتين بيد كده في شعرنا وهي القراية ما تبقاش على مسافة قريبة نبتدي نبعد الجردال ونبعد الحاجات ونبقى مددئين ونلبس عن دارة قراية نعرف ان احدى خلنا فيه مقبل مرحلة قد مع عدم انتظام السكر وده حاجة في منتهى الخطورة اللي في الدنيا ف كان في عمر بقى 55 سنة 60 سنة لو حصلت الامور طبيعية يبتدي تكون عتمات في المياه في العدسة الداخلية البلورية للعين عتمات تساوي مياه بيضاء ولو الاسم الانجليزي للماء البيضاء اسمه كاتركت والحقيقة الكاتركت ده جاي من تسمية لاتينية قديمة اللي منكو راح صعيد مصر وراح اسوان في فندق كاتركت هناك طب حد سعى نفسه يعني الفندق عنده مياه بيضاء ولا ينحك لا الفندق ما كانش عنده مياه بيضاء الفندق عنده شلال نازل من الجبل ونزول المياه المتضفق ده بيخبط في الصخر تحت فبيدي اللي هو الزبد لون الابيض واللون الابيض ده هو الكاتركت الشلال هو في نزوله اسمه الكاتركت فبالتالي الفندق فيه هذا الشلال وسميه على اسم شلال المياه خدنا الاقتباس من لون المياه للتخبط دي اللي عاملة اللون الابيض ده وسميه المرض بيئة الكاتركت او المياه البيضاء والحاجة اللطيفة هنا ان انا عايز اقولكو بس ان الفراعنة انا شفت كلام ده الحقيقة فيه متحف فرعوني في امريكا من كلام ده من عشر 15-16 سنة المتحف معمول فرقن صغير جدا كده فيه برديات عن الكاهن الطبيب وكانوا بيعملوا المياه البيضاء ساعتها بعملية لطيفة جدا الحقيقة وعملية فيها برضو شيء من العبقرية في علم التشريح اللي عام كان بيعمل كده كان فيهم اوي بيعمل ايه كانوا بيجوا على طبعا بيستنوا طبعا لما المياه البيضاء تبيض خالص والحضقة تبقى بيضة خالص لانه والعام ما يشوفش يعني المريض بيبقى عنده نحيتين سنشوف من وراها ازاي وبيجوا على العين لو هنجيه بس الموضل هنا نقربوا بيجوا يدوا بينج موضعي بينج موضعي للعين مخدر ويروح جاي معدي آلة جراحية من جنب من الجنب هنا يروح عامل ايه يروح زائق العدسة مسقطها مش طبعا كل ده زائق العدسة مسقطها ورا في الجزء الخلفي بتاع العين فاصبح ان ان القرانية موجودة العدسة اللي كتعمل منع ان الضوء يعدي وقعت ورا هنا في اي حتة بقى والضوء تدعي ارجع تاني والحقيقة مش بس كت ده كمان هم قدروا يطوعوا الازاز ان هم يعملوا نظارة توضح الرؤية لان في حالة عدم موجودة العدسة دي بيبقى عندنا طول نظر شديد فابتدوا يعملوا نظارات تخلي الواحد يقر يشوف منها اوضح كتير من كده ودي كانت الطريعة الفرعونية اسمها الكاوتشينج عايز اقول انا كنت في افريقيا من يومين ثلاثة كده ان فيه لسه لغاية دلوقتي قرى ومدن فيها هذا البراكتس هذا البراكتس تاع الكاوتشينج ان فيه مش الدكتور طبعا الطبيب اللي هو البدائي او طبيب المحلي هناك الناس كلها بتروح له بيخلع الدرس وبيطهر العيل وبيولد الست وفي المرة بيعمل الكاوتشينج دي يروح جاي بيختفوها بسرعة جدا حقيقة جاي بقالة كده بعد يحط منك موضعي ومسكين راس العيان يروح مقع العدسة في الخلف ويرروح عمله بقى نظارة يتخلى عينه كبيرة من تحتها كده لان احنا هو معوضلوش العدسة وشالها بطريقة مناسبة وده الحقيقة بيقضي على نسبة من الفقدان الابصار في الناس الكبر هكمل لكم القصة اللذيذة دي بعد ونشوف تطورها ايه بعد مناخد هذا الاتصال الهاتفي من الأستاذة هدى هلو هلو ايوة ايوة دكتور اهلا وسهل لو سمحت انا عندي بعض سديد في عناية وقت التلفزيون خالص وقت التلفزيون عندي مرض السكر انا اطلع بقى له قدي حاجة هدى عندي مرض السكر بقى له كم سنة ثمانية وثلاثين سنة ربنا نديك الصحة والعمر انت عمرك ثمانية وثلاثين سنة ولا السكر بقى له ثمانية وثلاثين سنة لا السكر حوالي اثناشر سنة اثناشر سنة طيب كويس وبعدين وبعدين حصل نزيف حاد في الشبكية وضمور في العصب البطر والبطر بالتدريج يعني نزل خالص ضعف خالص عملت ليزر على الشبكية حاجة عملت ليزر ايوة كذا مرة حقنتي حقنتي خدتي حقنة داخل العين اخذت حاجة ايوة مرتين لان اثنين بعد كده الدكات رفتها قالوا مالكيش علاج عندنا لازم نستطفر القاهرة وشوفوا لك حل ونملك عمليات فانا هنا في القاهرة من مدة من خمسة تمانية عملت عملية على العين اليمين وبعد كده يوم الاثنين اللي فات عملت عملية على العين الشماء فقالوا له فيه جسم زجادي ونزيف في الشبكية بتاعت الهي نزيفها فالنظر ما تحسنش بالعكس يعني اذا فاقتك فالنهار ده رأيت الدكتور فقال لي احنا ما ما لنا فيش حل تاني لي كده الشبكية هي خلاص الصورة اكده ضعفت احنا بس هنوقف ونزيف وقالوا لكن الاختار ساني لما فيش عن درج الاختار ساني ما يتحسن طيب هو يعني طبعا هرد على حضرتك يا أستاذ هودا يعني طبعا انتي بتحكي قصة اساسها اساسها الكبير عدم الانتظام في ضبط مرض السكر انتي ما زبطيش سكرك فترة 12 سنة في حصل هذه المضاعفات صعب احكم على ظروف الشبكية الحقيقة في هذه الحالة يعني لو تحب تشرفين اهلا وسهلا نتطمن عليك ونعرف ايه سبب عدم تحسن الرؤية وارجو الحقيقة مساعدة المشاهدين كلهم ان هم يعني ارجوكوا اللي عنده سكر وضغط ما يكتفيش بس ان هو يقولك انا باخد الدواء لازم نشك نفسنا ونحلل السكر طيب في الدقيقة الفضلة دي هنتكلم على علاج المياه البيضاء زمان كنا بنعمل فتحة كبيرة نسحب منها العدس تلعين ونحط نستبدلها بعدسة اخرى تطورت القصص ان احنا بندخل حاجة زي المجس حاجة زي التقلم اللي في ايدي ده بظبط بوزوا بهذا الرفع تقريبا بنعمل فتحة 2 ملي في جانب العين ونشفط منها المياه البيضاء ونزرع عدسة في مكان المياه البيضاء العدسة دي ما بتتشافش دي بتبقى وراء القذحية بتاعت العين وراء انسان العين وبتدينا جودة رؤية عالية جدا التطور بقى العلم الجديد بقى في الموضوع ان الفيمتو ليزر ابتدى يدخل في الجراحات المياه البيضاء ليعطي اكثر دقة الليزر الفيمتو ثانية وده الحقيقة تطبيقاته عالية جدا فيه العين فيه سطح العين نقدر نعمل بيه جراحات المياه البيضاء دي رقم اثنين والتطور الثالث المهم فيه نوع العدسات الحقيقة نوع العدسات يا جماعة دي عاد ستتحط في العين مرة واحدة الواحد عادة بيختار احسن حاجة بما يناسب ظروفه وفيه عدسات وتخلي معظمها بتخلي الرؤية البعيدة رؤية قوي ساوي فيه عدسات تسمح لنا برؤية البعيدة والرؤية القريبة فيه عدسات اخرى تصلح اسجيمتزم او انحراف القرانيه فيه عدسات اخرى تصلح السجيمتزم و تديني قدره على الرؤية الرؤية القريبة والرؤية البعيدة من غير نظاره فالحقيقية الدكتور المعالج عادة ما بيقعد يشرح للمريض العدسات لان ايه انواعها لان اسعارها بتتفاوت تفاوتات كبيرة جدا بالاضافة طبعا ليه تكلفة العملية والحقيقة انا ننصحكم ان احنا نختار انواع جيدة جدا من العدسات تتحط في العين ونسأل عن انواع العدسة تتحط في العين بالذات في الاطفال الاطفال غير مقبول ان هم ياخدوا اي حاجة في عينهم لان هم متوسط العمر الحقيقة عالي ولازم ياخدوا حاجة تفدهم بقية عمرهم من غير ما نضطر نغير العدسة او نغير مقاسها قبل ما نعمل العملية لازم نعمل مقاس دقيق للعدسة لازم نعمل فحوصات ولازم نتطمن على الصحة العامة والعملية بتتم من خمس لسبع دقائق كلها لبعض الحقيقة بتبقى تجربة غير مجهدة للاعصاب تجربة غير مخيفة تجربة دكتور عادة اننا بعض احكي مع المرضى بتوعي كده ونقعد نفتكر ايام الشقاوة وايام زمان وبتبقى الدنيا كلها يعني فان كده الواحد يعدي النهاردة كلمنا على المياه البيضاء في تأثرها في حياتنا منذ الصغر الى الكبر كلمنا على انواعها كلمنا على التطور فيها كلمنا حقيقة على اجدادنا الفراعنة اللي هم كانوا من اوائل الناس في الدنيا اللي عملوا عمليات المياه البيضاء وكلمنا على التطور العلم فيها باستخدام الموجات الصوتية من فتحة لا نأخذ فيها غرز او استخدام الفيمتوريزر وده هي حاجة يعني state of the art حاجة يعني احسن حاجة في الدنيا طورنا على التطور في العدسات اللي بتعوض العدسة المعتمة والحقيقة ما عادش المواليد دلوقتي بتربط في السرير زي زمان بينزل بعد يومين ثلاثة كده لشغله ويستعيد حياته مرة اخرى بكفاءة يعني بكفاءة عالية جدا وبوضع احسن كتير قوي فيه النظر من اللي كان قبل العملية عادة ما بنعمل عين تانية بعدها بيوم او يومين عشان ندي فترة نقاها واحدة وعودة سليمة للشغل باذن الله النهاردة الحان ساعدت بوجودي معاكو في حالة النهاردة في حياتنا وارجو ان كون استفدتوا وردينا على كل اسئلاتكو والى اللقاء ان شاء الله قريب في حلقات اخرى والسلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة